هناك جريمة تسمى الإفطار المعلن وأنا أسميها جريمة القضل على إنسان معلن هذا يعني بأن القضية لا تتعلق بوجود فريضة من فرائض الدين إنما تتعلق بوجود رغبة جماعية قطعية لدى الجماعات البشرية لاعتقال أو رفض أي إنسان يعبر عن إنسانيته بينهم أي بمعنى آخر يعبر عن فرديته واستعداده أن لا ينصع لأوامر القطيع الديني أو الدين أو الجماعة التي يجب أن يلتزم بها هذا المبدأ سأحاول أن أتحدث عنه من خلال أربعة محاور أو خمسة بالبداية أبارك لجميع شهر رمضان كريم وأنا شخصيا مع هذا أعتبر هذا الشهر شهر ممتاز وشهر نموذجي فيه تظهر جميع مميزات الدين ومواصفاته الحقيقية التي أنا هي معرض بحثي المستمر هذه المواصفات الآن يضطر الجميع للأترابية خاصة من كبار رجال الدين يضطرون إلى الكشف عن حقيقتها وحقيقة الكلام الكثير الذي يجري عادة في الأيام العادية أو خارجة رمضان ويجري الترويج لها إعلاميا ومنبريا يعني خلال عصرنا الحالي أو طوال القرون التي مضت هذا الشهر تعتبر أفضل شهر تتضع فيه حقيقة مجتمعاتنا القطيعية واللاوعي الجمعي الذي يغذيه رجال الدين بالثقافة التي نشرونها والقيم والأخلاقيات التي يروجونها بين الناس السبب هو أن رمضان شهر فريضة دينية أساسية هذه الفريضة هي كما لا يخفى فريضة أصبحت يعني جزء من أجزاء الأساسية للدين الإسلامي لكنها في الوقت النفسي وفي هذا العصر أصبحت فريضة محرجة حرجا بالغا لكل ما يتعلق بالدين الإسلامي من مؤسسات من مبادئ من أفكار من قيم من أخلاقيات من ثقافات من عقائد من أركان من تفاسير من أحاديث كلها أصبحت تمثل فريضة محرجة جدا لممثل الدين الإسلامي تحديدا والسبب هو أن هذا الشهر يضيق الخيارات أمام رجال الدين ولا مجال فيه للتلاعب ولا اللف ولا الدوران الكهنوتي المؤتات هذه طبيعتهم طبعا لابد بالتالي في شهر رمضان أن يصرحون علنا بالحقيقة ودون رتوش كبيرة طبعا هي هذه المسألة ليست سهلة على رجال الدين عموما لأن هؤلاء موجودين كقادة معنويين للقاطية هؤلاء لا يستطيعون الامتناء عن الكذب ونشر الأوهام والمغالطات لأن هذا هو عصب المحرك لأي دين ولا يحيى بدونه لحظة واحدة الكذب والنفاق وزرع الأوهام وترويجها وتغليفها أيضا بالعنف ومبادئ وأفكار ووسائل الترهيب المختلفة هذه كلها تشكل أكسجين التجربة الدينية التي تتنفس بها الجماعات القطعية التي مشحونة بالرغبة بالعنف والأدوان والإفراز أو نضح طاقاتها العنيفة الداخلية الغريزية هذا الدين هو الذي يوفر هذه الفضيلة التي يسمى فضيلة الجهاد فضيلة الانتصار للدين انتصار للجماعة والوحدة والتماسك هذه كلها هي أشكال من أشكال العنف البشري منذ الفجر البشرية حتى وستبقى هذا الكذب والنفاق الديني سيبقى مستمرا منذ ظهور إنسان وربما لن يفنى حتى انقراض الإنسان نفسه في هذه الحلقة راح تناول أربع أو خمس محاور الأول راح أتحدث به عن التأويلات الخاطئة أو التصورات المخطوعة أو الغير صائبة حول الفرائض الدينية وفهمنا لها عموما المحور الثاني راح يتناول المسألة الشائعة وهي تحميل القانون ورجال القانون ورجال الدولة ومؤسسات تلفيذية مثل الشرطة أو مسؤولي الأمن تحميلهم مسؤولية اعتقال المفطرين علنا وهذا اعتبر السلوك بداي من قبل أن الناس يتعاملون مع الأشياء بطريقة سطحية يفتقدونها للعمق ويرون من يقوم بفعل من يعتقل مفطرا علنا يعني أما أن يمدح الشرطي أو يذمه فبالحالتين هو رجل منفذ ولا علاقة له بالموضوع المحور الثالث هو عن إشكالية الحرية وكيف ينقلب مفهومها في مجتمعاتنا في شهر رمضان تحديدا هو بشكل عام الإشكالية الحرية موجودة لكن كيف تتضح طريقة التي ينقلب فيها مفهوم الحرية وهي المفهوم الليبرالي للحرية المحور الرابع هو عن تواطئ الإعلام مع الفرائض هذه الفرائض الدينية كليا وهو تواطئ مدفوء الثمن ونتيجة التخلف متعاظم مستمر كما نرى جميعا وهذا التخلف هو ليس نتاج عرضي لا هو نتاج التخلف الموجود هو نتاج مقصود ومرسوم ومخطط له جيدا ولا يسمى تخلفا بالأكد يسمى العودة للأصول والعودة للدين الصحيح المحور الخامس هو عن تاريخ معاقبة المفطرين علنا في رمضان وأيضا الذين أو الذين ينتهكون الفرائض الدينية ومتى بدأت وخاصة في العصر العباسي وما هي آراء الفقهاء في هذا الموضوع أهلا بكم أصدقائي وهذه الحلقة وأتمنى أسمع رأيكم فكونوا معي السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في المحور الأول كما ذكرت سأتحدث عن تاويلات الخاطئة أو تصورات الخاطئة عن الفرائض الدينية أموما في هذا المحور أقول أن الكثير تتحدثون عن عن تبريرات للصوم وتبريرات للفرائض الدينية لكنها بعيدة عن جوهر الموضوع جملة وتفصيلة والحقيقة هي أن الصائم يكابد كما يقولون شعور الجوء والعطش في رمضان بإرادته ووفقا لمبدأ الأجر على قدر المشقة كما يقال أي أنك كلما خضعت وتذللت أكثر في سبيل الله كان أجرك أكبر مما سبق لكن هذا يحيننا إلى سؤال مهم جدا لماذا هي تطلب أنت من الآخرين غير المفطرين أو غير الصائمين أن يحترموا مشاعرك المرهفة لماذا تطالبهم بأن لا يأكلوا أو يشربوا أمامك حتى لا تتذكر الجوء والعطش هذا التساعل يناقض هذا الموضوع تماما أنت تقول أني مسألة هي أنا أصوم بإرادتي وبحريتي لكن الأمر غير هذا فبالتالي هذا القول يؤكد بأنه قول خاطئ وليس مسألة اختيار شخصي من قبل الصائم ولا حتى بمحظ إرادة الصائم نفسه بل أنها مسألة لها علاقة بالتضامن القطيعي مسألة هي علاقة بالالتزام القطيعي بأنك أنت تلتزم بفريضة دينية أساسية وهذا الدين هو المجتمع الجماعة بأكملها عبارة عن جماعة دينية ومن لا يلتزم بمبادع وقيم وعراف وفرائض والتزامات هذه الجماعة الدينية أو القطيع الديني هذا لا يعتبر شخصا شادا ويثير الريبة ويحرك نوازأ أحساس الإنسان على أفراد القطيع الديني يجعلهم مشؤولون بوجود شخص غريب وطارق خارج عن يعزف على إيقاع مختلف عن إيقاعهم وهذا يثير في داخلهم شعور بوجود خطر جسيم هذا الخطر جسيم يجسده الأفراد لأنهم فقدوا قدرتهم على أن يكونوا أفرادا مستقلين ولديهم إرادتهم الحرة هؤلاء يقول لك أنا أتأمارس صوم بإرادتي لكنها لا يعني إرادته الحرة لأنه لم يعد حرين هو مجرد عبد وتابع وذليل وعلي أن يتذلل بالمناسبة دائما هذا العبد الذي يتحدث يقول بإرادته هو يتحدث ويتبنى إرادة القطيع الديني أو يتبنى إرادة الدين الذي يعبر عنه أو الكاهن الذي تربى على يديه فهو يقول لك أنا أصوم وأصلي وأقدم الفرائض بإرادتي لكنها الإرادة التي تم بنائها على إرادته الشخصية الخاصة وليست الإرادة التي تتشكل داخله بطريقة طبيعية وناجحة كما يحدث حاليا إلى حد بعيد في الدول الغرب والعالم الذي يقوم على مبادئ مختلفة عن مبادئ الدينية وتعزز دائما من إرادة الإنسان الخاصة بهدف اكتشاف طاقاته الخاصة وتميزه على الآخرين والهدف أنه دائما في تلك المجتمعات أنه تميز الأفراد هو العصب الرئيسي أو قوة الدافعة لهذه المجتمعات لأنها تريد أن يتميز الأفراد عن بعضهم وهذا سيصف في صالح الجماعة العلمانية إذا صح التسمية في تلك المجتمعات هناك أقوال أخرى طبعا في هذا الصدد وهي أن الصيام مسألة صحية هو هذا وهذا من التبيرات والتأويلات المتعسفة للموضوع بالعكس الصيام لا علاقة له بالصحة ولا من قريب ولا من بعيد والموضوع أصلا لا علاقة له بهذا القضية أصلا هي مجرد فدلكة كلامية يصدقها كثيرون لأنها تقدم جوابا هو فرحان بها لأنه تقدم جواب يقول لك صحي ومفيد لأنه الكذب الديني كذب مؤسسي يعني يحول الإنسان إلى كائن كاذب مزيف وضمن عالم من الأوهام والأكاذيب والنفاق المستمر وهذا ضروري بالمناسبة أنا لا يعني بأن هذا المسألة سيئة بالكامل لا بد الجماعة تبني أسطورة خاصة بها كل جماعة حتى تستطيع أن تتوحد فيما بينها وهذا أيضا مهد من الحجز الأخرى أن علا تشريع الصوم هو إحساس الغنية بمعاناة الفقير زيان أوكي الفقير أدى ما يصوم من يشعر به ويحس هذا كلام يعني مضحك بصراحة وهذا أيضا حينا لا مسألة أخرى أن الرجال الديني الذين يحرضون على التزام بهذه الفرائضة الدينية لم نجد أنهم في يوم من الأيام طرقوا بابا فقير واحد بل ولا وجوده حتى لمؤسسة دينية تفعل هذا والسبب أنا برأيي عنصري استعلائي من قبل رجال الدين غايته الاستعلاء والتعبير عن احتقار العامة والأمعان في إذلالهم وهذا طبعا عموما هذا السبب لسنا في معرض بحثه لكنه هو جزء من الفكرة العامة التي لدى رجال الدين أو رجال السلطة داعا من هناك طبقتان طبقة كبرى طبقة مهيمنة في طبقة رجال الدين والكهنة وحلفائهم السياسين أو أدواتهم أنا أسميهم السياسين أدوات المنفذة للمعرفة المعنوية أو الجانب المعنوي للأفراد والجماعات التي يسيطرون عليها فالمنفذين بالكامل هما السياسيين أو الحكام أو مهما كانت قوتهم ومهما كانت استبدادهم وتعطشهم للدم والعنف بالعكس رجال الدين يوفرون لهم هذا الجانب قدر المستطاع لأنهم يعرفون أن مسألة تتطلب عنفا ولا يمكن أن تقادل الجماعات مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلا عن طريق ممارسة فيها شيء الكثير من العنف طبعا هناك آخرون يقولون بأن هذه التصرفات يعني أنه منع أنه لا يؤدي الفريضة الدينية ومنها الصيام هذا يقلل من قيمة الفريضة نفسها أو ما يتعلق بالصيام تقلل من قيمة فكرة الصوم وتشوهها والحقيقة هي أن الصائم لا يعرف أي شيء عن هذا الذي يقال هو لا يعرف أصلا جوهر الموضوع بل ليس مشغولا به أصلا أنه هذا الصائم يفكر فقط بأنه بصيامه سوف لن يخرج عن قطيع ولن يعتبر شخصا شاذا عنه وبالتالي الأمر لا يعد بالنسبة له أكثر من هذا هناك من نظر إلى فلسفة جعلهم يعني بدأ ينظر فلسفة خاصة عن الصوم واعتبرها شعيرة روحية يعني تم فرضها لكي يتعلم المؤمن كيف يكبع جماعة شهوات النفس واندفعاتها وطبعا هذا كلام صحيح لماذا؟ لكن صحيح ليس بالطريقة التي تطرح إنما صحيح الإنسان بحاجة لأن يكبع جماعة شهوات النفس واندفعاتها لكن من أجل ماذا؟ أنت لا الإنسان دائما لديها رغبات الخاصة لكن لابد أن تتم تنظيم هذه الشهوات وسيطر عليها وتوجيهها بطريقة مفيدة لكن الذي يحصل من خلال الصوم وفريضة الصوم الموجودة أنها يجري توظيفها لكي تخدم الطبقة يعني أنا كما قلت هناك طبقتان رئيسيتان في جماعاتنا أهلا ما عندنا مجتمعات عندنا جماعات هذه الجماعة الدينية أو القطيع الديني متشكل من الطبقة أولية والطبقة الدنيا هذه الطبقة الدنيا فيها طبقات فرعية هؤلاء كلهم تحت رحمة الطبقة الأولية بكل تفاصيلها فبالعكس أنه ليس تحت رحمة الطبقة الأولية بل هي ملك للطبقة الأولية ملك صرف ولها الحق بأن تفعل فيها ما تشاء وأن تضحي بها كما تضحي بالقرابين لرضى الإله الذي تؤمن به الطبقة الأولية وتفرضه على الطبقة الأسفل ففكرة أن هناك شعيرة روحية هذه فكرة يعني فيها مفدلكة كبيرة لا وجد روح وهي أصلا فكرة الروحية فكرة دينية اخترعتها الطبقة الأولية أو المهيمنة على المجتمعات وأصلا فرضت حتى يصدق المؤمن المسكين الجاهل الذي لم يحظى بشيء من التعليم بسبب إرادة بسبب تعني الطبقة الأولية ومنعه منع المؤمنين الأتباع الرأية هؤلاء الساك الذين يحمدون ويشكرون الطبقة الأولية من الكهنة والحكام عليهم لم يعلموهم الشيء الكثير حتى يستطعون بعد ذلك أن يقفون على روح أو يصنعون أو يبتكونون روحا حقيقية خاصة بهذا الإنسان ومتميزة ولها حضورها بين الجميع وتميزها على كل حال فكرة السيطرة على أشياءات النفس كما قلت هي فكرة صحيحة لكن هذه النفس من الذي يحل مكانها يحل مكانها شخص قطيعي له علاقة بالسلطة له علاقة بواجبه الوحيد الطاعة العمياء الامتثال التحول إلى عبد ينفذ إرادة قادة القطيع الديني أو الشيوخ الدين فهذا بالتالي هذه النفس لا يجري رعايتها وإعادة تشكيلها بطريقة صحيحة وعلمية ونافعة للجماعة البشرية لا ولا نافعة للنفس نفسه نفس الإنسان نفسه لا يجري توظيفها أو تدمير النفس الأصلية للإنسان وتدمير كل طاقاتها الإبدائية وتوظيفها في قضية واحدة فقط أن يصبح جنديا محاربا مستعدا للدفاع عن نفسه عن ليسا عن نفس القطيع وروح القطيع ورمزه الذي هو الله ودينه الذي يسمى إسلام أو يسمى مسيحية أو يسمى تعوية أو يسمى أي دين بدائي هو كل الأسماء نفسها يعني هي الفكرة نفسها تتكرر وتتحول لكن بأشكال مختلفة وبطرق مختلفة لكن جوهر الموضوع هو هذا كما تلاحظون في هذا المحور الأول إن جميع الحجج واهية وهي كما رأيتم تقال كيفما اتفق وتعبر عن وعي سطحي جدا لأصحابها ومدعيها أو وعي خبيث جدا لمدعيها طبعا البعض إن هؤلاء يظن نفسه هو من أثكال ويذهب يجادل بصحتها وهو يقتنع أيضا بأنه ابتكر الذي لم يبتكر وكان ما ابتكر النظرية النسبية الحقيقة الخلاصة أنه هذه الشعيرة الصيام أو أي فريضة دينية هي فريضة قطيئية وهدفها القطيع وبدليل أن هذا الصيام خاصة أن الكل يأكل أكثر مما سبقه بأضعاف مضاعفة فالفكرة هي ليست أنك تصوم عن الكل الفكرة أنك تعبر عن طاعتك الكل القطيع بالضبط مثل المرأة ترتدي الحجاب ليس لأن هناك شهوة وليس لأنها يجب تغطية الرأس لا لأنها تعبر عن أو ترسل رسالة للجميع بأنها مرتزمة بالقاعدة الدينية وأيضا عندما تلاحظ أنه يقول لك رجل الدين بدليل رجل الدين يقول لك روح تأفطر في بيتك كانوا ما عندهم مشكلة معها لكن لا تخرج إلى داخل القطيع الدينية أو الجماعة الدينية تخرج وتألن افطارك هذا يؤتبر تمرد يؤتبر السفزاز وفعلا هو هكذا ورح أوضحها بالمحور الثاني عندما أتناول موضوع إشكالية الحرية وتعارضها مع الفرائض الدينية فاكونوا معي في المحور الثاني رح أتحدث عن إشكالية الحرية وتعارضها مع الفرائض الدينية قبلها رح أشير إلى أن هناك من يلوم الشرطة ويلوم المؤسسات الدولة ومؤسسات والقانون ويلوم كل الدولة بعموما ولكن الحقيقة هذا الموضوع لا علاقة له هؤلاء مجرد أجهزة تنفيذية وأن القرار سببه ليس هؤلاء هؤلاء منفذون فقط هذا البنيتهم هؤلاء هو يحاول أن يهرب من المواجهة الحقيقة ويريد أن يقول أن هذا السلوك العدواني تجاه المفطرين ومهما كانت أسباب منعة مطفال كما ترون الطفل يعني هذا من ضحايا من ضحايا داعش أفطر في رمضان هذه القرارات كلها تتقول بأنها ليس سببها الدين بخاصة المجتمعات أنه رجل الشرطة قاسي ولا لا يقدر مسألة أن هناك واحد عامل مثلا لا يستطيع في الحلقة السابقة عامل يشتغل النهار وجوعان وبسبب جوعان بسبب هو الفساد الذي يمارسه رجال الدين والسلطة أو الطبقة العليا التي تحدثت عنها هذا الرجل ليس لتعي حقوق يموت جوعا إذا بقي في البيت هو وعائلته وأطفاله فيضطر إلى العمل من الفجر حتى الليل في البناء وهذا يطلب جهد كبير وطاقة كبيرة لا يستطيع الرجل العامل أن يؤدي هذا فليس أمامه سواء يفطر ويحاول أن يرتب حاله داخل قطع الدين الذي تورط جافاه الحظ وولد بين أظهره فيعاقبونه لأنه أفطر لا يبالونه بأي شيء آخر بهذا الدليل على أن المسألة هي مسألة قطيع أنه لا مبالات بحالة الأفراد الخاصة ولا مبالات بأن هذا مريض أو غير مريض بالأكد يقولك مريض أنا لا بد تقدم لعذر شرعي وأدك سكر لازم والطبيب أيضا يخاف أن يقول أن هناك مشكلة فبالتالي هي المسألة بيأكملها تصبح أشبه بالمرض النفسي أو العرض القطيعي الذي يحاول جميع تجنب مواجهة الوحش القطيع الكبير الذي يرتسم في أثاني جميع الرمضان هو أولى شهر تظهر به كما قلت كل مميزات الدين الحقيقية هذا الوحش الديني وحش القطيع الذي يلتهم كل شيء لا يفكر بالأفراد ولا علاقة له بالأفراد له علاقة فقط باستمرار القطيع وبقائه مهما كان الثمن أدي فرد أن يطعامل مريض طفل عمره عشر 11 سنة يعتبر بالغ وعليه في ريضة الصيام وإلا فلي يذهب إلى الجحيم لا شأن لنا به لا نحسبه من بيننا ونسبة خسائر لا بأس بها مش مشكلة عندنا المشكلة مسؤولتنا مسؤولة الجماعة لا توجد جماعة تتشكل وتقوى ويشتد عدها بدون خسائر فأحنا نتقبل هذا الخسائر هكذا يفكر قطيع يقول لك أن وجود أي حالة حالة أو 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 بادرة تمرد على القطيع هذه علامة خطر جسيمة يجب بترها والقضاء عليها مباشرة هذا الوحش يبقى مزروق داخل كل فرد من أفراد القطيع وعليهم جميعا أن يحسبوا له ألف حساب الطبيب يحسب حساب لهذا الوحش الديني القطيعي الذي لا يشبع من أي شيء ولا يعني هو يلتهم كل شيء لا يعرف الصيام هو يعرف أن يجبر الآخرين على الصيام وعلى الامتناء عن إشاوات النفس وعن جميع الأشياء لكنه هو مستثنى لأنه يجب أن يبقى قويا يجب أن يبقى عنيفا يجب أن يبقى مطلق الصلاحيات حال حال أي دولة الدولة دائما لها حق أن تفعل ما تشاء تكذب تنتقي ترحم أو تلعن تهدي من تشاء ويعني تقتل وتسبي من تشاء هذه هي الدولة الفكرة الوحش القطيعي هو هذا وهذا الوحش بالإسلام يعبر عن نفسه بما يسمى الدين الإسلامي الذي صنعه عشرات الفقهاء طبعا لا تصدقون أن هذا الدين هو أتى من السماء كامل مكمل يعني مو باكيت واحد إجا نزل وهذا تغير التعليمات وتشتغل عليه هاي كل شغل فقهاء وتعاون مع سلطات دينية وما على ذلك يعني تعامل تعامل نتاج تفاعلات القوى التي كانت تسيطر على المجتمعات من هنا فأقول أنه مسألة أنه لهم الشرطة أو الدولة أو القانون هذه كلها مسائل لا علاقة لها لأنها كلها الآن لا يوجد لدينا دولة حقيقية لا توجد لدينا مؤسسات حقيقية لا يوجد لدينا قانون حقيقي ليس الآن ولن يحدث مستقبلا قريبا لأن الذهن العربي المسلم غير لا يستوأب فكرة القانون ولا فكرة الدولة ولحد لحد هاي اللحظة المجتمعات نبي أكمله وحتى كلمة مجتمع لا تطبق علينا نحن مجرد جماعات متحاربة متنافسة فيما بينها ويبطئ على رأس كل جماعة شيخ أو كاهن يحكم أمرها بالكامل فبالتالي إحنا ليسنا قادرين على فهم مفهوم الدولة والقوة المؤسسات التنفيذية والقانون هذا أيضا يعمل خلطة تأجب رجل الدين والقوة المهمة على المجتمع الكهنوتين المسيطر على المجتمع لماذا لأنه سيتم التحام هو الأمر والفريضة دينية صرف لا يمينا ولا يسارا لكن الناس حتى تهرب من وحش الدين الذي تم زرعه في داخلهم ويستمر في نهشهم وإثارة الرعب داخلهم فيضطرون التنفيذ عن نفسهم ماذا يفعلون يتهمون القانون الذي لا يفهمونه ويتهمون الدولة ومؤسسات الدولة التي لا يفهمون شيئا منها وليست جزءا من ويعرف كيف ينف التعاليم الدولة والشرطة لكنه لا يؤمن بها ولا يستطيع أن يؤمن بها ولا توجد لديه قدر على الإيمان بها كما أو العمل وفقها واحترامها لأن كما يعمل الغربي مثلا أو دول العالم الأخرى المتحضرة أو نصف المتحضرة فيعرفون معنى الدولة يعرفون معنى القانون معنى الفساد معنى الرشوة هذه كلها أشياء لا توجد لدينا هناك منظومة قيم مختلفة نشرها بيننا رجال الدين فبالتالي هذه تفيدهم أيضا يسبون نجام الغضب بأكمله على المساكين الشرطة وعلى الرجال السياسية الذين وكنهم عبارة منفذين أو يعني أدوات يلعب بها رجال الدين المهمين على كل شيء في حياتنا وعليه كما قلت بين القرار ليش سببه الدين ولا أهله كما يدعون وتعاليم فقط بل سببه التحالف بين الدين والسياسة كما يقال الناس أيضا يعلنون عن انزعاجهم من الموضوع هؤلاء لن يغير هذا الانزعاج بشيء هم وقعوا في اللقبة تماما ويعبرون دائما عن أن الأمور خارج عن إرادتهم وأيضا يعرفون بأن رجال السلطة ليس بيدهم شيء وأن هذه أوامر إلهية وليس لهم أن يغيروها بدليل نريكم الآن قرارات التي تثبت بأن الدين هو المهيم على الواقع ونرى العقوبات التي أقر ها الدولة وأقرها القانون المعمول به في جميع بلدان العربية تقريبا وهذا القانون أيضا موجود حتى بشكل عرفي ولا بشكل رسمي أيضا خلينا نشوف حتى تعرفون مدى تغير الغلدين في الحياة العامة ومدى سيطرته على الصغيرة وكبيرة ومن المسؤول عن فرض هذه التعاليم الدينية على الدولة الحديثة التي لا علاقها يفترض أن تكون بالدين إنما لها علاقة بإدارة خدمات الناس وتقديم الخدمات لهم فقط وليس التحكم فيما يعتقدون لأن هذا ليس شأنها جهاز دولة عبارة عن جهاز إداري يدير كل ما يتعلق بحياة الناس الذين سيصبحون مواطنين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فيما يتعلق بأموالهم وسلوكهم وتصرفاتهم وفيما يتعلق في الألاقات فيما بينهم القائمة على أسس التعاون وأسس الاحترام والتسامح والحريات العامة كما ترون هذه عقوبة انتهاك حرية حرمة رمضان حسب الدول هذا مقال قديم طبعا كما ترون هنا السعودية عقوبة السجن والجلد عقوبة المجاهرة في رمضان في الأردن مادة 274 من ينتقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى 15 دينارا هذا قانون قديم سنة 60 في الكويت أيضا ليس فقط المجاهرة بالإفطار أو التحريض أو المساعدة على تلك المجاهرة أيضا في الإمارات في الطريق العام أو المؤسسات تعتبر مخالف القانون ويقضع العقوبة تصل إلى قضاء 240 ساعة في الخدمة المدنية وفقا لقانون جديد في الصومال أيضا شرطة أربيل على نعلنت هذا وأصد أيضا القرار الآن كما في الفيديو الأول نشرت اعتقال العامل وفي حلقة قبل يومين نشرتها في أندونيسيا أيضا هناك مقاطعات تمنع الإفطار وتتم معاقبة المفطر بالجريد خاصة في مقاطعة اسمها هذا هي المقاطعة يمكن أن تشوفونها دار السلام هي أحد الأقاليم الخاصة في أندونيسيا تلقب بشرفات مكة ويقصدها المسلمون الملايو للتطهر قبل السفر للحج بمكة ومن ذلك جاء لقبها في فلسطين أيضا وهذه المراجع وممكن تطلعون أيضا على الدول كثيرة أخرى ممكن تعرف تطلعون على التفاصيل تهمة أنهم لا يتحدثون عن انشغالات المواطنين من رفع للأسعار وتغيير المنكرات والنهي عن الظلم وكذا وكأن العلماء ينبغي أن يفعلوا كل شيء إلى درجة يضحك الإنسان بهستيريا حينما سمع أحدهم يقول للعالم لماذا لا تذهب إلى البلدية لكي تأمرهم حتى يأتوا لينوظفوا أمام بيته كما ترون هذا الرجل مشهور أعتقد هو مغربي لديه صفحة بها ربع مليون متابع هذا الشخص مثال لا علاقة له بالموضوع بأكمله يعني ما علاقة الخدمات مثال هو يعتقد بأنه قدم حجة دامغة خلنسمعه بعد شوي أكثر هذا المطلب نحن نريد أقنا في الإفطار العلني ماذا تقولون لهؤلاء كنتم تحبون عن العلماء أنهم لا يأمرون بالمعروف لأنهم ننكر الإفطار العلني هو مسألة خرق حرمة الصيام بالنسبة لكل مثل في هذا البلد إذن يا من تصوب سهامك تجاه العلماء وتتهم بأنهم أيها ذا بالله متمنصون من تأدية دورهم في توعية الناس والأمر والنهي أين الآن كلامكم لمثل هؤلاء الذين تجرؤون على حرمة ربضان حرمة ركم ركان الإسلام الذين تجرؤون أين أنتم أين أنتم أين أنتم هذا الدعوان تحمل دعوان يمزينا الحرية إذن أنتم حينما يأتي بعضهم ويطالب بالعلاقات الجنسية الحرة الرضائية الجنسية الحرة الرضائية كما ترون هذا التحريض على الناس تحريض أنه يربط بقضايا ما لها علاقية أنه تروح تعالى نظف باب بيتي الخدمات كل الخدمات الآن التي التي يطالب بها الناس من حق سكن حق عمل حقوق أساسية في التربية والتعليم مساواة هاي كلها حولها إلى موضوع بسيط جدا أنه ليش البلدية لا تأتي لتنظيف باب بيتي طبعا هذا الرجل ما عرف أنا مجرسة وأتبحث على الإفطار العلني طلع لي أول مرة عرفه ما شايفك سابقا وبالتالي هو نموذج يتكرر يعني هو خطاب نفسه لا جديدة فيه أيضا الآن يروح بعد ذلك يقول لي أين أنتم بنتطالبون بالإفطار العلني لماذا لا تحدثون عن هذا حرية الممارسات الجنسية من طالب بالحرية لا أعرف ما علاقة هذه بتلك المسألة إلاها علاقة بالحريات الشخصية ورح تحدث عنها بإشكال الإشكالية الحرية وبالنسبة له لأنه لا يفهم شيئا أو تم تغذيته بها طريقة أو يريد إقناع الآخرين ويروج هذا الخطاب بأن الحرية لها علاقة بالعلاقات الجنسية لا علاقة على الإطلاق مفهوم الحرية شيء مختلف تماما لا علاقة بهذا الموضوع بالعكس العلاقات الحرة الجنسية هي يشرحها الدين ويشرح أربع نساء ويشرح آلاف الجواري أكثر من هذه الحرية ماذا تريد بعد لكنه فكرة فكرة قطيعية هو فكرة أنه هناك هجوم قطيع ديني جماعة دينية تتعرض إلى هجوم ويجب الدفاع عنها بكل وسيلة هذا هو ما يفعله هذا الرجل طبعا لا يلام لأنه هو يفعل ما يشاء ويقول ويغير الحقائق ويصدقها ويصطنع الأشياء لكنه في النهاية هو يعتبر هدفه نبيلا وفعلا هدف نبيلا أنا لا أقول أنه هدفه غير نبيل نبيل بمعنى محافظة على الجماعة وتماسكها لكن الأسلوب الأسلوب الذي استعمله هو أسلوب شاء ليس ليس اللي هو ابتكار فيه لكنه هو يريد أن يثبت للجميع بأنه فعل حسنا وحافظ على القطيع وعلى الجماعة التي هو منتميا لها هذا كلام دقيق لكن علينا أن نفكر بعمق أكثر لما يجري ونفكر بأن هذا الأسلوب في حفاظ على الجماعة والتماسك بين الأفراد الجماعات البشرية لم يعد قابلا للنجاح أو لن ينجح لأنه أدى إلى ما نحن فيه من تخلف وتخلف عميم وليس خير عميم وهذا مما لا يخفى لكن هؤلاء ما ذا يفعله هو سبب المشكلة ويفترض بأنه نالك أن السبب في الآخر لأنه يعتمد على النص النص قليك صحية فكل شيء آخر هو الغلط فإحنا مشكلتكم أنتم بالنص يعني لا تلتزمون بالنص وخلص الخدمات شون تريدني أن أتوسل بصاحب البلدية حتى يجي يحميك شون تريد لماذا لا تطالب هؤلاء الذين يطالبون بالحرية حرية العلاقات الجنسية لا أحد يطالب حرية العلاقات الجنسية حتى في الغرب بالغرب بالكامل لا أحد يطالب بالأكس اللي يمشي بالشارع عاري يأتقلوه يأتقلوه فورا واللي يمشي سكران يأتقلوه أنا عايش في أوروبا في الغرب وأعرف في أمريكا أصلا البغاء ممنوع يعني عمرك يعني في أمريكا هاي أمريكا يعني كل شي ولا تتفكر ممارسات جنسية مع النساء أو محاولة حتى تحرش بشكل بسيط لأنها سيسجل عليك طول العمر بالعكس العلاقات الجنسية محدودة ومسيطرة عليها بشكل كبير فيما عدا فترة المراهقة للبنات والشباب الأوروبيين لكن أيضا من ضبطها ومراقبة بدقة وليس اعتباطية ويجري توجيه في المدارس وفي كل مكان وهاي عملية طبيعية في أي مجتمع العلاقات الجنسية يتم السيطرة عليها لأن المجتمع يقوم على العلاقات الجنسية يجب ضبطها بطريقة منظمة وصحيحة فليست ابتكار ديني وليست ملك حصري للإسلام أو لشيخ أو لأمير لا هي مسألة طبيعية لأي جماعة بشرية لابد من ضبط العلاقات الجنسية وكل جماعة ترى ما هو مناسب لها فلا حق لأحد أن يأتي يفرط طريقته على الآخرين أو يقول أن طريقته هي الصحيحة الوحيدة وأنني الوحيد الذي لا أعاني من الحلال الأخلاقي هو المجتمع بأكبر العظار عن الحلالات سياسية اجتماعية تربوية أخلاقية قيمية اقتصادية انحلالات سياسية انحلالات عسكرية من جميع أنواع الحلالات نعاني منها هو طبعا الاخلاقية والجنسية أيضا والتحرش هو الحلال شنو للتحرش فبالتالي كل الموبقات موجودة بنا لكن هو يقول لا الحرية هي مشكلة كان نسمعها أكثر شوفوا طبعا الطريقة العنيفة الطريقة الانفعالية التحريضية التحريض القطيع قلوا انتبوا في خطر لحظة لماذا لم نسمع لكم همسل ولا ركزة الحرة هنا أنتم حينما يأتي بعضهم ويطارب بالعلاقات الجنسية الحرة الرضائية في مجتمع هنا لماذا لم نسمع لكم همسل ولا ركزة هنا أنتم هنا أنتم حينما تتحدثون عن قضية حرية الإنسان في احترام ميوره الجنسية إلى أكثر ما يتصور مصادمة فطرة أين أنتم حينما يقوم بعضهم منتظمون يقومون بتفعيل أجندات خارجية ويدعون إلى مسألة ما يسمى عياذا بالله الحق 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 في اعتناق أي دين يعني الردة طبعا العلاقات الخارجية بالدين لا يوجد خارج هي هذه طبعا اللغة اللغة الجديدة لا يوجد علاقات خارجية أنه الدين هو دين واحد وكل ما عدا هو ناس كفراء ملحدين خارجين على الدين الملة والدين وهذا هذا الفهم القطيع القديم هو هذا الصحيح هو هذا الدين الصحيح هو يتحدث عن دين مضبوط كلاما دقيق وصحيح هو هذا الدين ويتحدث بطريقة صحيحة لكنه لا يعرف يعني أين يضع هذا الفهم وهذه الرؤية للدين الذي هو فيه لأنه من داخل القطع يتحدث أنا أتحدث من خارجه وأقول هو بالفعل يتحدث بطريقة صحيحة وأيضا عندما يتحدث خارج كلمة إلها علاقة بالدولة والسياسة أنتم الأجندات خارجية هو أي رجل دين مشروع لأجندة خارجية بل أنه لا يوجد حدود حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها لا توجد حدود دول بل لا توجد أماكن في الدين لا يوجد مكان في الدين ولا يوجد زمان خارق لزمان ومكان بل خارج السيرورة وخارج حركة الأمور أنه كل الزمن يتحرك فقط في اتجاه التأدية الفرائض واتهى الموضوع لا يوجد تراكم في الدين لهذا السبب لا يوجد أن تراكم حضاري لا يوجد تراكم علمي لا يوجد تراكم إنساني لا يوجد تراكم خبرات لا يوجد لدينا صناعة لا يوجد لدينا أي شيء فلماذا؟ لأنه لا يوجد زمن ولا يوجد إنسان هذه القضية التي يجب أن نفط لها أيضا أشار إلى موضوع الردة وحرية إنسان أن تنقايدين وشن المشكلة؟ هي مبدئيا أنت تعرف أنه إنسان يخرج من القطيع ويقول هذا القطيع ما يعجبني يعني من حق أي إنسان أن يفعل هذا لكن هو يعتبره ردة وهذا صحيح وفقا للمفهوم القديم المفهوم القطيع أنه هذا الشخص مرتد وخطر يجب قتله ويجب التخلص منه لا يجوز لأحد أن يتنازع عن القطيع لأنه القطيع ربك وحماك ودافع عنك الطفل عندما يولد يولد داخل القطيع فبالتالي أنت من خلقك ومن رزقك هو القطيع نفسه من حماك من جعلك من قبل بوجودك داخل القطيع هو الذي هو خلق يعني دائما يقول لك الرزاق الرحيم هو بالفعل الرزاق الرحيم لأنه هو هو إله القطيع هو الجماعة التي تحميك هو رمز القطيع الذي جعلك تنشأ وتنمو وتكبر وبفضله بقي تحياً وبفضله تحصل على رعاية ودعم الجماعة صحيح الدعم ليس بالدعم أكون تفرقة عنصرية لكنه بالنهاية أنت تعظى تشعر بالراحة داخل الجماعة التي ونلت ونشأت فيها لكن الخروج عن قطيع مسألة أخرى لأنه في الزمن القديم هذه مسألة لا يمكن أن تختفى لكن بالزمن المعاصر هذا اللي سبب حرج الدين في المفاهيم الحديثة وراح تحدث عن إشكالية الحرية واكتفي بهذا من هذا بكلمة ختامية لنرى كيف يهدد ويتوعد الناس الذين يعلنون أو يشهرون افطارهم وتصدروا كل سنة فتكتب بأن هناك تضييق الحريات على من؟ على هذوك الروافض على هذوك وكاليد رمضان على هذوك اللي كتربوا الحرية على هذو الجنسية يعني إحنا أقول لنا في بلد إسلام واسم ينبغي أن يكثر بفل هؤلاء الذين يخرجون على الأمة خروجا شاذا يطالبون فيه والعيال ويلة بالجهر في الصد عن سبيل الله في مسألتي حرمت رمضان مسألة الأسرة مسألة العقيدة زين في العيد الكبير يقول كاذب واسمين يقول لها مالساكر يقول لها واسمين ويقول لها واش يقول لها ماذي ماجزارة ما عندكم شريف في الحيوان زين في رمضان يقول لها من الله سيدي خسنان مناء والصلاة فاش في الطرقوة لأنهم يضيقوا على الأخرين وربي ربي ربي ما أكثر ما يكتبون وما أكثر ما والآن عن إشكالية الحرية طبعا الحرية بمفهوم حديث وليس مثل مسألة الحرية المطلقة هذا كلام لا علاقة له وهي التي يتحدث عنها رجال الدين وعادة عموم الناس يتتصورون بين الحرية هي ممارسة كل إنسان ما يشاء حرية جنسية إباحية جنسية إباحية في كل المجالات سرق نهب فعل ما تشاء بدون أي منظومة إخلاقية لا هذا كلام دعائي وترويجي ومحاولة تشويه المفهوم هناك فرق بين الحرية ومفهوم الحرية نحن نتحدث عن مفهوم الحرية وهذا المفهوم بقضه وقضيضه لا أصل له في الدين وهذا أيضا مفهوم لأنه الفهم من المفهوم عندما تفهم الشيء يتحول تستطيع أن تضع له مفهوما ومن خلال هذا المفهوم فلسفيا تستطيع أن تأتي تصور لجملة من السلوكيات والأفعال والتصرفات وجملة من القيم التي تتضمن هذا المفهوم فعندما أقول حرية يجب أن تصل فكرة الحرية كمفهوم وليس ككلمة عادية أو مصطلح عادي بالتالي الحرية لا وجود لها كمفهوم في الدين لكن وجود هذا المفهوم هو هنا المشكلة المشكلة وجود هذا المفهوم أصبح أمرا لا يمكن تجاوزه مهما حاول رجال الدين مهما حاولت حكوماتنا وجماعاتنا أو مجتمعاتنا إذا الناقصة طبعا لا توجد لدينا مجتمعات حقيقية مجتمعاتنا الناقصة والدولنا الناقصة والدولنا الناشئة بالأحرى هذا وقوانيننا الناشئة أيضا فالمفهوم هذا أصبح محرجا لأنه بدأ ينتشر أدت الجميع وأصبح قاعدة أساسية في الفهم والتفكير وحتى الأطفال الآن كان من حق أن أفعل كذا ولا أفعل كذا فأصبح هذا المفهوم موجود رغم هذا كل السعار الديني الذي يحاول أن يحافظ على القطيع وتماسك بطريقة المحافظة الدينية القديمة لهذا السبب هذا المفهوم أخذ معاني أخرى حمل أشياء ليست فيه لأنه اختلط بمجتمع قطيعي له تاريخه وله أعرافه وله تجاربه الدينية ومعتقداته الدينية الخاصة فلا توجد طبعا حكاية أن حرية المر هذه المشهورة أن حرية المر تنتهي عند بداية حرية الآخر هذا وهم ليبرالي طبعا موجود في الاستماعات الليبرالية العلمانية لكنه أيضا عليه اعتراضات كثيرة لأن حرية المر مبدأ حرية الإرادة مبدأ يعني إذا أدي حلقة خاصة عن حرية الإرادة عن الطفل ريان ومسألة حرية الإرادة ممكن تتابعوها حلقة نشرتها قبل سنة فهذه بها تفاصيل الموضوع ومن جذوره من أيام أبي قور إلى يومنا هذا فالفكرة أن حرية الآخر حرية المر تنتهي عند حرية الآخر هذا وهم ليبرالي لكنه جدير بالاحترام وهو أفضل من غيره بالمناسبة لأنه أنت مجبر على أن على أن تتبع شيء ما تتبع قطيعك أو تتبع الجماعة التي أنت فيها الدولة هي إنظام قطيعي بطريقة أو بأخرى النظام قطيعي متطور جدا الدين هو نظام قر وسطي قطيعي قبل المنظومات الممالك والجماعات والعشائر والشعوب أو القبائل هذه كلها منظومات قطيعية بشكل كامل منظومة الإسراء هي منظومة قطعية صغيرة فالدولة الآن الحديثة هي قطيع كبير ودين كبير لكن الدين معاصر ملائم لحاجات الناس ومتطلباتهم على عكس من النظام القديم الديني القطيعي الذي يفرض قيمها الآن وهذا من أدى الصيام الإجباري ومن الأفطار العالمي هو جزء من محاولة النظام القديم السيطرة على النظوم الحديثة التي تحرض الناس على أن يحترم دواتهم ويمنحون دواتهم فرصة أكبر للتعبير عن إمكاناتهم الخاصة ضمن نظام دولة حديثة تتيح الفرصة للجميع أن يأخذوا حقهم قدر المستطاع الحقيقة اللي راسخة الآن أن الصائمين يحدون من حرية المفطرين هذه مسألة لا تقبل الجدل والمشكلة أن هذا هؤلاء الصائمين كما رأيته هذا الرجل المغربي الشيخ يحد من حرية المفطرين بحجة أو بأخرى لكنه بالنهاية هو لا يخجل مما يفعل هو يجبرهم على أن يصيرون على الطريقة التي يراها صحيحة بل أنه بل أنه يسب ويشتم ويصرح كما ترون ومستعد لأن يصدر أوامر بالضرب والتعنيف وحتى الرمي داخل السجون والنفي وكل ما هو سيأكو وكما ترون صورة هذا الطفل ماذا فعل به الدواعش ويفعلنا كل هذا دون خجل ولا تردد وهذا السلوك قطيع الصرف هذا السلوك اللي يحرغ ويربي عليه الدين الشعب بقوة كما نعرف جميعا وعليه الحرية ليست متاحة لمن قرر الاختلاف هذه الحقيقة يجب أن نعرفها جيدا المختلف يضطر بالتالي إلى التستر على نفسه والتستر على حريته أي أن الحرية أصبحت مقيدة وعدمها تتحول إلى إنسان عبد أو خاضع أو ذليل أو ممتثل وهذا وهذا من تعريفات الدين الأساسية وممكن تراجعون حلقة جزئين عن ما هو الدين ممكن تشوفون تعريفات الدين باللغة العربية واللغة العبرية واللغات الأخرى بالتالي المختلف يضطر إلى التستر على حريته رغم أن ممارسته لحريته لن يؤذي بها أي أن كان وهنا تطرح إشكالية الحرية لماذا؟ لأن المختلفين عن ممارسة حريتهم بحرياتهم بحجة استفزاز المؤمنين أمر لا معنى له لأن أساس مفهوم الحرية هو عدم إيضاء الآخرين أما بالتالي المفطر لا يؤذي أحدا بإفطاره العلني أي وعندما نأتي نجد هذه الحقيقة نضطر إلى أن نتحدث بطريقة نقلب الحقائق نقول مثلا حق المفطرين في الإفطار يعني ممكن تفسيره وتأويله باعتبارة استفزاز لمشاعر صاميين أي أن هذا الحق الذي يمارسه المفطر وهو أن يأكل كي إنسان طبيعي في أي مكان يعني هو جوعان يأكل ما بها فلسفة يعني ولا بها ما لا ألاقى بأي شيء آخر لكن هذا يعتبر استفزاز أي أنه حق يراد به باطل أنه أنت تعتبر أنك أن تصوم هو الحق وليس هو الشيء الغير طبيعي أما من يأكل فهذا ليس هو هذا الحق أن هذا باطل فتنقل بالحقائق بالنتيجة أن نحن نتوصل إلى حقيقة نهاية وهي أننا مجتمع أو جماعة بالمجتمع عبارة جدها لا تنطبق على جماعاتنا الدينية أو المتعصبة القطائية المجتمع يضم مجموعة من الشعوب والجماعات المختلفة دينيا وفكريا وثقافيا تتشكل المجتمع أما الجماعة تفرض المجتمع يقبل وجود يعني ما نتحدث على العلمانية ولا علحاد ونتحدث عن أي شيء وجود مجتمع معناتها يقبل وجود المكان الفضاء العام يقبل وجود جميع الخيارات هذا المجتمع ما دام أن هناك إنسان لا يسمح له بأن يأكل ويشرب في شهر محدد هذا معناتها أننا ما زلنا قطيعا وهذا القطيع يصر على بقائه قطيعا ويصر على رفض أي غريب داخل هذا القطيع هاي هي الحقيقة الأساسية هذا إشكالية الحرية التي يعني كيف تدخل كيف نطبق مفاهيم الحرية لم تكن هناك مفهوم الحرية كيف تتشكل دولة حديثة كيف يتشكل علم حديث هنا القضية ليس قضية الحرية موارسة جنسية كما يتحدث ها الرجل قضية أنه كيف أبحث كيف أفكر كيف أنتج كيف أعمل كيف أسكن في أي بيت كيف أبني بيتي كيف أخرج كيف أتحدث كيف عبر الرأي هاي الحرية ولا يطفر وين يروح على الحرية الجنسية يعني هل يموارس الجنسية يسأل يعني وعده من المهمات الأساسية المسألة الجنسية والتفكير قطيع دائما يركز على هذه القضية لا يعتبرها قضية ثانوية أو قضية جزء من أجزاء أخرى لأن القطيع دائما يكون حريص على التكاثر فهو مسألة الجنسية حساسة فعندما تتحدث عن الحرية لا يفكر بأن الحرية هي إلى علاقة بإنشاء دولة حديثة إنشاء مجتمع حديث أنظمة ومؤسسات حديثة متطورة فيها من التعقيد والعلاقات بين المؤسسات المختلفة التعقيد كبير جدا وفيها نظام لكل مؤسسة لها حقوقها ولها وضحها ولها سياستها وهناك تعاون بين شبكة المؤسسات لا يفهم هذا الشيء لأنه تفكير قطيعي هو الدين قطيع نفسه تعريف الأساسي والدين هو القطيع بحل ذاته بدون أي إضافة وبدون أي تعديل هو القطيع نفسه والقطيع يطالب دائما بأن يبقى وأن يحافظ على فرصة بالتكاثر والنمو على عساب أي شيء آخر القطيع بطبيعته هو طفيلي طفيلي يجب أن ينتشر على عساب كل شيء آخر ويعتبر كل شيء عدو ولا يمكن التعامل معه بأي شكرا بأي شكال بل فقط احتلاله واختصابه واستغلاله هنا يتضح أن منع المختلفين عن ممارسة حرياتهم بعجة استفزاز المؤمنين أمر لا معنى له كما قلت لأن أساس المفهوم الحرية وعدم إذاء الآخرين ومما أن المفطر لا يؤذي أحدا بإفطاره العلني هذا أمر يعني يعني يقلب الحقائق أي أن معنى الحرية اختلف تماما من وجهة نظر الصائمين أو الذين نفذون الشريعة الدينية أو كل شخص مؤمن بالدين وبالإله الذي يعبده بالتالي يصبح هذا خروج عن الجماعة وعليه لابد من النفاق جنبا تجنبا للمشاكل التي سيجنيها سيجنيها نتيجة الاختلاف هذه الحرية لا مكان لها داخل القطيع لأنه قطيع هو هذا العامل المدمر لأي قطيع لأي جماعة دينية ولأي دين علينا أن نفهم الحقيقة الدين بهذه الطريقة أي تحويل آخر هو تواطع مع الدين أو جهل بالدين وحقيقته العل أين تكمن أو الحقيقة الدينية أين تتضح هي في رمضان كما قل لأن هذا أفضل شهر تتضح فيه حقيقة مجتمعاتنا القطيعية في هذا الشهر تتغير وتتضح وتلكشف المفاهيم الدينية كلها تأخذ الشكل الذي يؤثرها داخل الجماعة ويستبعد فيه طبعا ما يخص الأفراد كثوات مستقلة هنا يأخذ الصيام مكانة أكبر مما يستحق ليش لأنه أضحى أضحى عادة ينبغي أن تخضع لها الجماعة بغض النظر عن جنسها أو مستواها طفل صغير كبير الكل يخضع لهذه العادة ولا يجب الخروج عليها مثلا أيضا من ضمنها قد لا يمارس أحدهم مثلا تخص الصلاة إذا سألت مثلا عن الأمر يعتبر أن الأمر يخص علاقة بربه وأن لا أحد له حق بالتدخل في الأمر هذا العلاقة بمفهوم الحرية لكن هذا يعني يضحكون علي عندما يتحدث بأحد داخل الجماعة القطيعية أو داخل مجتمعاتنا عليه سنة ثلاثة فصل وأنتظروا قريبا لأن الآن القطيع في حالة متهستر أو في حالة هسترة وفي حالة يعني أدهم نزوء للهيمنة وللإغال أكثر في التطرف والتعصب وخاصة في هذه السنوات الأخيرة الرجال الدين يشعرون بالانتصار وستأخذهم هذه الحمية وسيتطرفون أكثر ويصل الأمر الآن يطالبون بمعاقبة كل شخص يفطر علنا غدا وبعد سنة أو سنتين ستجدون أنهم سيشرعون فتوى بقتل واستتابة كل من لا يصلي وكل من يجل في بيته ولا يخرج إلى الصلاة هذا قريب رح يصير وعند ذاك ستعرفون حقيقة هذا القطيع من يحرض الآن ومن يقول أن المسألة المفطر علنا هي مسألة ليست بهذا الحجم لا هي بهذا الحجم لأن كما قلت المسألة الحرية مفهوم الحرية عندما لا يتم تطبيقه معناته لا وجود لدولة حديثه لا وجود لإلم حديث لا وجود لتطور لا وجود لمستقبل وجود لقطيع فقط بالعافية 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 عليكم المحور الرابع هو محور وسائل الإعلام هذه الوسائل هي كلها متواطئة بل أصبحت بل أصبحت جائزتها يعني جائزتها التعوضية هي برامج رمضان الآن رمضان بالنسبة له هو يعني قبة الميزان أو هذا الذي يحصدون به الأموال والآن أصبح الفن تحوله وكل الفنون التي هي رمز من رموز الحرية تحولت إلى الممثلين الفن الموسيقى كل الحقول الفنية الإبدائية التي تخص باستخراج طاقات الإنسان الإبدائية الخاصة والابتكارية تحولت إلى تم توظيفها بالتجاهة رمضان ومع هذا أكو اعتراضات عليها في هذه البرامج يجري تسطيح وعي المشاهد والناس وتنشر خطاب السخيف نفسه خطاب المتخلف المليء بالأكاذيب والأوهام وطبعا هناك نواع من التلهية هناك برامج مستويان فقط برامج تافهة يسمونها منوعات وأخرى برامج أتفه هي برامج تاريخية ودينية ومواعب وما إلى ذلك وهي كلها أكاذيب في أكاذيب وكلها تصب في الهدف نفسه وهو تكريس الجهل وتزييف الواقع والحقيقة والتاريخ طبعا هذه المؤامرة القدرة رح يتواطى معها حتى الناس وما يشعرون بما يفعلون الآن الناس تتواطى مع هذه المؤامرات الدينية البشعة التي دمرت مجتمعاتنا بمراحل يعني تلاحظوا خلال 30 سنة ما الذي حصل ما الذي أنجزته مجتمعاتنا تخلف في تخلف وتراجع مستمر بما ليس له حدود البعض يقول لك لا هذا تشاهم لا ليس تشاهم بالعكس هذا التراجع مستمر وسيستمر إلى حد الذي سينفجر فيه تستنفجر فيه الأوضاع وستعرفون وسيعرف من يحرض على مسألة مثل الأفطار العلني لا علاقة لي فيه معها أو ضد لكن هذا الموضوع سيقود إلى مهالك ومزالك لا ألاج لها لأن مسألة الحرية ومفهوم الحرية مسألة أساسية في الحياة الآن لا يمكن التغاضي عنها بأي شكل مشكال مفهوم الحرية يتخلل في كل تفاصيل من تفاصيل حياتنا في كل جهاز موبايل بيد صغير والكبير الآن موجود عندما تفتح التلفزيون عندما تذهب إلى المدرسة بأي مكان عندما تشتري حاجة عندما تذهب إلى السوق الحداثة والتحديث المستمر وتتوفق المعلومات والنظام الاتصالات الحديث لن يسمح لأن لمهما قوي قوي الدين واستشرص رجاله وامتلك مؤسسات وجيوش الكترونية لن يستطيع مقاومة هذا المد المتقدم الذي لن يتراجع وسيكون ثمن الذي يدفعه تدفعه الطبقة المستبدة الدينية وغير الدين والسياسية سيكون ثمن باهظ هم سيدفعونهم وهم أولادهم وأنا أحذر وأتمنى أن يرعوا كما يقولون ويحاولون مراجعة أنفسهم قليلا بدلا من هذا الغرور المتعالي والنفس القطيعي الذي لا يبالي بحسائر بتدمير المجتمعات لأهداف لا علاقة لها بالإنسان ولا باحترامه ولا كرامته وهذا الناس أما هؤلاء الذين يهاجمون الشرطة لأنه لماذا لا يقولون أن تقبل على إنسان بسيط لديه فرصة يعني الطفل مثلا الصغير لا يعرف الموضوع يقبلون عليه ويعاقبونه ربما يضربونه فيضطر المهاجمة الشرطة وهذا السلوك كما قلت يدل على عقل مصفر لا يفهم شيئا وإنما تتحدث معه يقول لك هل أنت تهاجم الدين لا يقول لك هذه تعاليم دينية وعلى الجميع تطبيقها رغم أن فهم كما هو جاري فعلا لا يقول لك هذا ينافق ويلف ويدور كأي متدين حلزبوني حيزبوني إما لجهله وانغماسه في القطيع ويعني انسحاق شخصيته داخل القطيع أو لعلمه وتفننه الملقا سلفا في الدفاع عن حياض الدين بكل الطرق والسبل الشريفة وغير الشريفة طبعا هذا موقف معقول قطيعين كما قلت فهو لا بد أن ينتصر لقطيع بأي طريقة هذا يخلينا الإعلام الموجهة الآن الإعلام التافحة الذي يحرض على هذا على تصليح العقول وتدمير شخصية الإنسان هذا يأتي وصف معاكس تماما لمقولة الفن للفن مثلا اللي أذكرها يعني بأيام الستينات والسبعينات والثمائينات كانت موضوع أساسي وجدل كبير فن للفن أم فن للحياة هاي أيضا لها علاقة بموضوع أساسي يجب أن لا يجب أن يتم احترامه هو الفكر للفكر مثلا العقل للعقل العلم للعلم والنقد للنقد وحتى الحب للحب والجنس للجنس ربما لا بأس والدين للدين أيضا والحياة للحياة هذه المبادئ عندما اتوحد يصبح لكل شيء إلى ميسته ولا وضعه ولا استقلاليته وكلها تواجد داخل جماعة واحدة هذه الجماعة عندما اتواجد بهذه الروحية لكل شيء لكل لمحة من لمحات الحياة أو زاوية من زوايا الحياة أو جانب من جوانب الحياة الديني أو العشقي أو النقدي أو الفكري أو العقلي هذا كل جانب يأخذ حقه كما هو ويكون غرضه هو نفسه عند ذلك تتشكل لدينا مجتمعات ونستطيع عنده في تلك اللحظة أن نشكل جماعة أقوى بكثير من أي جماعة قطعية يصطنعها للدين و يعني يعني يشطر هذه الجماعات بالحقيقة هو لا أنه هذا الضغط المستمر هو الذي يؤدي بعد ذلك إلى إلى انفجار المجتمع الجماعة الدينية وتشتتها إلى مذاهب شتى ومتصارعة فيما بينها ومع كل شيء يعني بشكل مرضي تتعاتل تختلف معايشة كما رأينا هذا الرجل يتحجد بالنفعال لا أعرف لماذا يعني هذا هو الدين الدين الصعي هو منفعل لماذا ليش شكو معناته لأنه قطيع يريد القطيع يستمر يريد قوة لا يمكن أن يعيش أو يستمر بطريقة مريحة وفيها تسامح ومحبة بها عنف الآن القسم الأخير من المحور الأخير هو ما هي عقوبات المفطر في رمضان يعني فيما يتعلق بالدين الإسلامي بشكل عام الدين هو رخص الأفطار للمسافر والمريض والذي يرهقه الصيام وهذا طبعا هي يعتبروها يعني حسنة من حسنات الدين بالحقيقة هي يعني لا يمكن أنت يعني أنت مثل واحد هو ميت جوع يعني أو مسافر وأنت تفرض عليه شيء لا يستطيعه فهذه ليست يعني ليست كرم من عندك إنما أنت مرغم أن تريد أن تنفذ تنفذ ما أمر من أوامرك على الجميع وتريد أن يؤلن الذي المسافر أو المريض طاعته لك فتضطر يعني أمر بما يطاع يعني إذا عارضت أن تطاع فأمر بما يطاع وليس بما لا يستطاع فبالتالي هذه لا تعتبر فضيلة من الفضائل الأمر الديني دينيا أنه يقول أنه حق الله هو في الإيمان به وحده هذا أمر لا يمكن المجادلة فيه وأن هذا حق الله وليس حق الإنسان بالمناسبة هو حقه في عبادته وحده وهو مرجعه الله أيضا فقط وحده يوم الدين ليحكم فيه بين الناس كما يقولون فيما هم فيه مختلفون أما حقوق البشر أو ما يسمى حق العباد وهذا تعبير ديني ليس من عندي فهناك الشرعات إسلامية تحفظ حقوقهم وتمنع من الظلم البغي والأدوان لكن لا نجد ما يجسدها مؤسساتيا وعمليا إلا بالعكس الظلم يتحول إلى كرم ورحمة من قبل الطبقة المهيمنة الألوية على طبقة الرعية والجهلة أو الغوغاء بالتعبير الديني طبعا من الذين متدينين الذين يناصرون مبدأ أو فكرة أن القرآن عندما نقرأ هناك آيات كثيرة تقول أن هناك رخصة في عدم الصيام وهي مسألة لا يختلف الأمر هي مسألة تعلقة بالحرية وليس بأنه القرآن أعطاك جواز أن لا تصوم أو تصوم وأعطاك فرصة أن تفطر علنا أو لا تفطر هذه المسألة يجب أن لا تخضع لسلطة أحد ولا لسلطة نص ولا لأي نواة من أنواع السلطات مسألة خاصة بالفرد نفسه لا تتفضل به أنت عليه وتقول أنا أن هناك خطأ في قراءة الدين نحن لا نعلم أن تريد أن تطبق مفهوم الحرية أننا لكن إنسان حق أساسي لا يمكن أن تصادره ولا يمكن أن تخضعه أو تدخله ضمن منطق السماح أو الفريضة يعني أن تحوله من الفريضة أو ليس بفريضة هذا الشيء لا يجوز بالعكس هذا عندما أنت تجيز للآخر أن يفطر أن تأهنته أكثر من الحالة السابقة لأنه أنت فرضت نفسك وصيا عليه مئة بالمئة طبعا هناك من يتحدث أن الله أنزل دينه على أساس التخفيف والتيسير ورفع الحرج وتشريع الرخص وقبول العذار وكما هناك آيات تسمى آيات التسريع في الصيام هكذا عبارات تطيبية ترطيبية تطيبية لكنها لا علاقة لها بالحقيقة الحقيقة أنه أنت عابد لله وعليك واجب الطاعة أي كلام آخر هو محاولة للترهيب والترغير فقط لا أكثر ولا آخر وعلينا أن لا نضحك على أنفسنا هو هذا هناك قطيع يريد أن يتماسك لا بد من وجود خسار وخلاص بدون هذا الصفسطة والكذب العلني والضحك على الناس الناس بدأت تفهم واستغلالهم بهذا الطريق لم يعد مقبولا أو لم يعد يعني خفيا على الجميع الكل فهم عرف الفولة يعني تاريخيا بدأت فكرة العقوبات التغليض العقوبة على من يفطر في رمضان في العصر العباسي وكانت هي مجرد مزايرة بين الفقهاء وبدأت بفرض كفارة مغلظة على من أفطر يعني أن ليس عن طريق الأكل أما عن طريق الجماعة الجنسي طبعا فكرة الصيام عن الجماعة الجنسي هي فكرة أصلها مسيحية وقبل أيضا من البوذية موجودة للديانات القديمة أيضا موجودة تعتبر الفراغ واحدة من أدوات الفائلة بالنسبة لهم لأن من من يستمع على وصاياهم وفروضهم عند ذلك يعرفون بأن هذا الشخص تابع حريص وملتزم بالتالي الفريضة هي من أبرز الحاجات أو الوسائل التي يتحكم بها رجل الدين أو الكاهن بالجموع التي يحبها الله وتتبعه طبعا هناك أيضا المغالاة في عقوبة من أفطر في رمضان ولو يوم واحد ازدادت مع الوقت بسبب المنافسة الشديدة في ذلك الزمان بين الفقهاء منهم من قال مثلا لا يجزيه القضاء هذا اليوم ولو صام الدهر كله يعني تخيلوا المغالاة إنه مجرد يوم واحد خطيئ المسكين فطر يصوم الدهر كله يعني مو حياته كله الدهر بأكمله لماذا لأنه أفسد صيامه متعمدا غير عذر فلا يكفيه أن يأتي بيوم يأتي بيوم مكانه بعضهم راح لا قال هذا يعني حول هذا الحديث وقال بأن أبو هريرة رواه يقول الحديث من أفطر يوم من رمضان عمدا لم يقضه صيام الدهر وأنصامه طبعا آخرين قالوا لازم يعوض بـ 12 يوم قال بعض لازم يصوم شهر أكو ناس قالوا لا لازم يواجب علي أن يصوم ثلاثة آلاف يوم طبعا تخيلوا يعني المزايدة بين هؤلاء طبعا بعد ذلك في العصر المملوكي يعني العصر العباسي الثاني والبعد سيطر الحنابلة ودمر طبعا بالحقيقة من دمر الحضارة العباسية التي تسمى حضارة عربية إسلامية بالحقيقة هم الحنابلة والفقهاء عموما خاصة الغزالي من الجماعة الأشعرية والشافعية قصدي فهؤلاء هم الذين دمروا الحضارة الإسلامية عندما امتلكوا يعني أصدروا أو أنجزوا الأرضية الدينية المتكاملة من الفقهية والعقائدية تكاملت أركانها فبالتالي تكامل الدين فبالتالي لم دعد الحضارة مطلوبة بل حاربوا كل مظهر وظاهر الحضارة في ذلك الحضارة العباسية في ذلك الزمان فكان الفترة الصوفية التشروا بنهاية العصر العباسي لكن ابن تيمية هاربهم كانت مشة نظر لا بأس بها يعني مخففة لكن ابن تيمية يعني انتفض ضدهم وصب جام غضب على كل من يفطف في رمضان فماذا قال قال من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر أما ذهبي في الكبائر فقال إن من ترك الصلاة والصوم إنه شر من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإلحاد طبعا في هذا العصر أيضا سيطرت السلفية والوهابية والدائشية على شوارع المدن وأشكالها المختلفة الحركات المختلفة فهؤلاء طاردوا الناس في الشوارع في كل مكان وراحوا يزايدون الناس على دينهم وعلى معتقدهم أما الشعراوي فله حص في كتابه الفتاوي الفتاوي جزء الثالث صفحة 45 ماذا أفتا؟ أفتا بتعزير من يفطر جهرا في رمضان ومفسر التعزير طبقا للدين السني وهو تأديب الضرب أو الشتم أو المقاطعة أو النفي هناك أيضا فقهاء في العصر الحديث العصر البائس المدمر على طريقة ابن تيمية بتحقير وتكفير كل من يفطر علنا قالوا من جاهر بالفطر في نهار رمضان قاصدا ومسهزا فيخشى أن يكفر بذلك لأنه يستهزئ بركن من أركان إسلام ويجب على ولي الأمر من المجاهر بالفطر ويستحق عقوبة تعزيرية من القاضي والعقوبة التعزيرية أية عقوبة هي يعني يقدرها القاضي ويجب أن يكون هناك نص على حكم من أفطر في نهار رمضان بغير عذر وجاهرة بالأكل والشرب أمام الناس أي هذا أيضا تحريض للحاكم المستبد بإصدار عقوبات جديدة يكون في يد الفقهاء الحكم بها وتنفيذها ليتسلطوا بهذا على الناس ويشاركوا سيدهم المستبد في سلطاته وتسلطه ويقول للك السياسي هو الذي يتحكم برجال الدين يعني هذا كذب علني يجب أن نتوقف عنه أيضا طبعا أيضا الدار إفتاء المصرية أيضا عتها بيانات بهذا المجال يعني سنة 2012 قالوا أنه بالنص من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان هو نصا أقراركم يا مستهتر وعابث بالشعير عامة من شعار المسلمين وطالبت هذه الإفتاء يعني ولي الأمر في مصر باتخاذ ما يلزم لمنع المجاهرين من الإفطار في الأماكن العامة والشوارع أما الشيوخ الأزاهرة فتباروا في تحريض العسكر على أصدار قوانين تعاقم من يفطر في رمضان بغير عذر على كل حال الآن قد قدرت لكم تغطية كاملة على هذا الموضوع وأتمنى أسمع آراءكم وشكرا جزيلا وآسف على الإطالة ترجمة نانسي قنقر